استكمالا لإجراءة نقل صلاحيات الوزارات للمحافظات غير المنتظمة بإقليم ضمن قانون 21 المعدل أقام مشروع تقدم التابعي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ندوة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد اليوم حضرتها أطراف من الجانبين وتم التركيز فيها على السياسات العامة وتحديد العلاقات الفنية بين مؤسسات الدولة السياسة العامة للوزارة والعلاقة الفنية بين الوزارة والمحافظات بعد تنفيذ المادة 45 من قانون نقل صلاحيات الوزارات الثمانية إلى المحافظات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكدت أن أهداف الاجتماع جاءت لتحديد علاقة الوزارة أو الحكومة الاتحادية مع حكومات المحافظات هو تحديد علاقة هذه الوزارة بعد النقل مع المحافظات وكيف يكون الوزارة تدعم المحافظة تقديم خدمة أحسن للمواطن طبعاً اللامركزية ليست عملية سهلة هي عملية نقل اختصاصات وظائف والموظفين والملاكات والدوائر من الوزارات التي صارت فترة طويلة إلى المحافظات أربع دوائر ضمن وزارة العمل ستكون مشمولة بنقل صلاحياتها بعد صدور الأمر الوزاري نهاية العام الماضي 2015 أربع دوائر مشمولة بهذا القانون ومنها المركز الوطني الصحة والسلامة المهنية دار تدريب المهنية إضافة دار تشغيل القرض ودارة الاحتياجات الخاصة باشرنا بدءاً من 2012 صدر الأمر الوزاري بنقل الصلاحيات بإصدار الأوامر الخاصة بنقل ملاكاتنا إلى المحافظات رغم المعوقات في قانون نقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات خطوات عديدة تبدلها وزارة العمل بالتعاون مع وكالة التنمية الأمريكية خصوصاً فيما يتعلق بالسياسة العامة والعلاقة الفنية لفك ارتباط الوزارة بالمحافظات استبرق حسن الحرة بغداد